تعالي هاخدك على النهاردة الرئيس أكد على إيه؟ الرئيس أكد على إنه الموقف المصري راسخ في إيه؟ في احترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك صحي كده؟ طيب واستعدادها، استعدادنا إحنا يعني المصريين للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل اللي بيحقق الاستقرار والتنمية فيها ده موقف موقف يعني موقف الرئيس بيحدد رؤية الدولة وحدة الأراضي وبالتالي هنا مصر ما عندهاش كلب مكيالين فعندما تتحدث عن فلسطين فهي تستطيع جدا أنها تتحدث زي مولا كده بقلب جامد لأنه موقفها ما هواش فيه ازدواجية للمعايير أو تعددية للمعايير أو ازدواجية في المكييل لأنه أنا أتعامل مع البوسنة والهرسك كيفما أتعامل مع ما يحدث فيه أقصى الأرض من مشارقها لمغاربها بنفس ذات المعايير طيب بدأنا المؤتمر الصحفي واخلينا المؤتمر مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دانس بيتروفيتش أوضح فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي إن المباحثات كانت بتشهد إيه بقى؟ استعراض جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ما بين البلدين وده جزء من كلام الرئيس وهنرجع نكمل الكلام خليكم معنا لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك حيث تحملت مسؤولياتها جداولة رائعة للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الرازخ باحترام سيادة وحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحاقق الاستقرار والتنمية فيها كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي متمنين التوفيق والتقدم على هذا المصاري المهم لمستقبل البلاد السيدات والسادة لقد أجريت مع فخامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين حيث أكدنا الاهتمام المشترك بدورة استخدام أليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط تيران مباشر من بعض المدن البسنية إلى مدينة الأرضقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر